يمتلك السودان من الثروات ما يجعله من أغنى البلدان فهو بلد مصدر للبترول والقطن والمواشي ولديه ثروات معدنية وطبيعية هائلة ورغم ذلك فهذا البلد من بين الدول الأكثر فقرا والأشد تخلفا ويحتل المرتبة السابع والأربعين بعد المئة في تقرير التنمية البشرية التابعة للأمم المتحدة لعام 2008 من بين 177 دولة ويتركز الجانب الأعظم من الفقر في ولايات النيل الأزرق النيل الأبيض دارفور كردوفان كسلة البحر الأحمر والقضارف ولكن انتشار الفقر وتأثيره على الناحيتين الصحية والاجتماعية يتفاوت بين الشمال والجنوب وإن صح التعبير فالهوة واسعة نحو 17% من أهل الجنوب يعانون من جوع مزمن بحسب منظمة أوكسفام الخيرية والأمم المتحدة وهذه النسبة هي أقل من 10% في الشمال في الجنوب نسبة من حصل على التعليم الأساسي لا تتعدى الـ 45% أي أقل من نصف السكان بينما ترتفع هذه النسبة في الشمال إلى نحو 90% نسبة أمية الفتيات مرتفعة في الجنوب كما نشاهد هنا هي نحو 85% بينما في الشمال فالنسبة تلامس 50% نصف سكان الجنوب فقط يحصلون على مياه نظيفة للشرب بينما أكثر من 70% تتوفر لديهم المياه في باقي السودان وبسبب الفقر 10% فقط من أطفال الجنوب لديهم مناعة كاملة ضد الأمراض في حين تصل النسبة إلى نحو 55% في الشمال وهذا يفسر تعرض أطفال الجنوب على وجه التحديد للأوبئة القاتلة مثل الحصبة وشلل الأطفال والسل والملاريا ووفقا لأحدث الإحصاءات تتسبب الملاريا والتهابات الجهاز التنفس الحادة والإسهال في قتل أكثر من 100 ألف طفل سنويا نورما الحاج بي بي سي